السلام عليكم مرحبا بكم في قناة مطبخ اكرام العالمي الوصفة جيد جيد شاهية سهلة و لديدة وهي طرطس جدتي اللي كيسموها الاسبان طرطر يابويلة كاسيرة يعني منزلية قوز معي المقادر و طريقة تحضير قومت بشوش بعيد بالنسبة المقادر هنا كما كتشوفو كما كتشوفو كنحتاج هذا النوع الباسكوت او الكيكس كنحتاج تقريبا باكية اللي كيكون فيها اربعة هذا البوكت صغارين كنحتاج هنا جود الساشية ديال فلان فيه مايزينة و دا ما كان شي عندكم موجود بإن كان كنتم تعملوا فلان فاني و معي القاد مايزينة و فلان شوكولة و معي القاد مايزينة معه انا اعلم لكم طريقة تحضير من بعد و الكيفية كيفية تحضروها يعني هذا في حالة ما ما كان شي موجود كانحتاج السكر كل واحد الساشية ولا صوبري كنعمل فيه ثلاثة معلقة سكر يضرود الحليب كنقسمو على جوج مبانور لكم الطريقة كيفاش بالضبط يعني طريقة سهلة وهذا طبعا المول اللي غنعمل فيه الطرطة ديالي لبسته ببابي الفيلم حتى هو يعني مول جداتي صراحة الطرطة قديمة و جلدي ده بزاف وسهلة وهذا يعني هنا يكن نحتاج ميتين جرام تشوكولة اسود اللي غنعمله في حال قاناج من فوق اللي تسازين فقط مع القجدة ميتين ميلي لتر حتى هي اما قجدة هكذا بهات 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 الطريقة هادي او لا قجدة سائلة اللي معروفة عنا بالمغرب هولالا كنحتاج لها ميتين ميلي لتر وده بنقوز معها كيفاش كنعمل اول حاجة كنعمل واحد طرطة فيها شوية الحليب وكمقوا نفزقوا البسكوت ديالي يمكنكم يكون عندكم بسكوت بناك هاد القرفة حتى هو كي جلديد بزاف ها نستمر بهات الطريقة هادي امقان في الزكقة تاع البسكوت وغرصة في القلب بهات الشكل هادا حتى نكمل القلب ديالي كامل ان شاء الله هنا نخليكم مقادر مضبوطة في صندوق الوصف والطريقة انتم ما كتشفوها واضحة في الفيديو بعد ما هنكمل الرصة ديالي قوتكم الحليب هنقسمه على جوج نصف لترول لولاني غنضيف هنا يا كأس في هاد الغبرة هاد اللي فيها فلان اوميزينا يعني فلان فاني اوميزينا غنضيف عليه ثلاثة معلقة كبارين تقريبا ديال السكر هنا كتشفوني عمت اربعة لانا المعلقة صغارين وعنك قوم بتحريك ديال وهنا عملت الحليب بارد يعني نصف لترول قسمته على جوج عملت كأس فوق البوطة يغلي وكأس خلط فيه الفلان ديالي بها الطريقة هادي ودابا غنضيف عليه على الحليب اللي يسخون بزاف وعنقوم التحريك دياله حتى كتعقد لي الكريمة انا قد تكمل لي ما متوفره شي عنده هاد الغبرة او لهاد النوع هاد فلان بامكانه يعمل فلان عادي ديال ناد المغرب ويضيف عليه معلقة كبيرة ميزينة كيما كتشوفو هنا كمارسة البسكوت ديالي غنضيف عليه نصف كمية الكريمة اللي بنك هاد الفاني غنوز كمية فقط وغرصة بهالطريقة هادي بسباطولة هتنلبس البسكوت ديالي كامل هادي يعني هادي المنسبة كيعمل الاسبانيين في رأس السنة وهو حالة بارد غلاديد وسهل وما فيش مكونات بزاف دابا الطبقة الثانية ديال البسكوتس في حالة عمز في اول واحدة عمقان في الزك البسكوتس او لمبلي لوق في الحليب وعرصو فوق الطبقة ديال الكريمة فاني بهات الشكل هادا ودابا يلا هوا معايا باش نعمل الكريمة اللي فيها التوكولات كيما كتشوفو هنا يا مليم انا ما اه ما كانش عندي هاد كريمة فيها التوكولات استعملت فلان دو التوكولات ديال مغرب وزيت من يوض Hasturانان ثلاثة طبقة سكر وعقد المهزينة فى الي مثل عنده شكلة م Omega وفي البيت يكتافى فى او يستخدم وزيت على ثلاثة طبقة الشكلة need ويزيد عليه ثلاثة طبقة علىش تشكو لادرائيáveis وكان هنا هنا. نفس العملة اللي عملت فى الكريمة الأوليةisini هادها عملة في كريمة تulating هي الشوكولات يعني يحدث الحليب كبير أربعة يطروا كان اسماع ماء الي غللي أربعة يتروا كانوا تشكو بارد مع الفلا يعني الطوطر الكامل يطر الحليب نقسمه على الجوج نصدر الكريمة الصفراء الفاني و نصدر الكريمة الشوكولة هذه هي الطريقة واضحة كنت منها تكونوا ضحت كثير وشرحت مزيان باش الأخوات يعرفوا المكونات و الطريقة اللي غيعملوا بها هاد الحالة و له هاد طرطة هادي غنستمر بها الطريقة حتى قد عقاد الكريمة بحل عقدات الأولية هذا سوف نضيف مباشرة كريمة الشوكولة من فوق بهذا الشكل هذا حتى هي عنا ملغنس كيمية ما نعملش كاملة لأنه عمل طبقة مرتبقة حتى نكمل كريمة ديالي كاملة بهذا الشكل هذا سوف نستمر غلبس البسكوت ديالي كامل بكريمة شوكولة وغنرجع ونبليل البسكوت وغنعملهم فوق الكريمة الشوكولة بهذا الشكل هذا سوف نستمر بهذا الطريقة حتى نكمل طبقة ديالي كاملين واخر طبقة تزمد البسكوت أنا مكفاني شي وكملت البسكوت نوع آخر لكن ما جايش يعني واحد الاختلاف جات لديدة بزف ثم تحتاجوا باكية كبيرة لكي يكون فيها اربعة دابا غنعملها في النيبرة ولا في الثلاجة تقريبا واحد لتحتنا اربعة الساعة حتى كي يشبردك فلان في راسو دياليك الكريمة وغنقوم بالتزيين ديالي بواسطة شوكولة اللي غنحضره دابا امام عيونيكم اول حاجة كنضيف الكريمة في الكسرونة باش كتسخن تقريبا كدوصان الغلايين كنضيف عليها الشوكولة ومن بعد كنضيف عليها معلقة الزبدة وكنقوم بالتحرك ديالي حتى كتدوب هاي الطرطة ديالي وجدة خرجتها من الثلاجة كاتو ما كتشوفوه فلان جمد كي يجيب طبقة تلديد وقلبتها وزولت لالباب الفيلم ودابا بغنقب عليها غانا الشوكولة بهتشكل هذا وغنقى يعني نوزعه للطرطة كاملة حتى توزع لي كامل من الجوانب ضروري يعني لانا غنقوم بتزييل جوانب البسكوت هانتم ما شفتو يعني ما راح البسيطة وسهلة ولديدة وما كتاخدش معنا وقت كبير ولا وقت بزاف وفي نفس الوقت ما في عشي شي مكونات كبيرة وكتجي صراحة هائلة هائلة هانتم ما كتشوفو كما عملت القاناش ديالي ودا بعنقوم بالتزيين ديالي بها الطريقة هادي او اللي بغيت انتم ما عنكم التزيين الطرطة ديالي وهذا هو الشكل نهائي من بعد ما كتبرد كانت من الفيديو اللي ما يعجبكم واليوم عمره ما اشترك في القانات ديالي اشترك فيها واضغط على الزر الاحمر ليصل له الجديد دائما وهذه هي الطرطة طبعا ضروري نوري المشاهدين الكرام القوام نهائي ديالا ها هو كيف كي يجي كتجي رطبة هائلة ولديدة كانت مني البنات جربوها يعني تستحق والتجريبة شوفتوها من داخل شكرا